حكم الفار في مباراة الاهل وزد ينقذ مرسايل كولور من تعادل مستحق لنادي زد دي الجملة اللي تقالت كتير مبارح تعالوا كده نبدأ ونقول اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب فك الكرب لاخواتنا متنسوش الدعوة ليهم ان شاء الله ربنا يفك الكرب عاجل غير اجل اللهم امن بص يا سيدي مباراة مبارح هي مباراة تقدر تقول كده صورة للي حصل الموسم اللي فات من التفريد في بعض اللاعبين وركن اللاعبين تانيين والشكل اللي ممكن النادي الاهلي يكمل بالموسم اصبح غير مطمن لجمهير النادي الاهلي في انك انت تكمل بنفسه مستوى مباراة العين العين كده كده واقع العين كده كده واقع ولكن انت عملت مباراة عالمية عملت مباراة كبيرة واداء وهجوب ودفاع وفي المباراة دي اللاعبة بتبقى اخذها حماز زيادة اللي بيديك مئة في المية بيديك متين واللي بيديك ستين بيديك مئة وعشرين وهكذا ولكن ما كانتش حكم مؤكد على شغل مرسيل كولر مع اللاعبين وعلى اداء الفريق مباراة الدوري بدأناها بعدها سيراميكا كان عندنا طار مع سيراميكا فيه الملعب بعد مباراة السوبر المحلي والشغل اللي عمله سيراميكا على النادي الاهلي وعلى مرسيل كولر وكنا مش موجودين في الملعب وخلصت المباراة الحمد لله فوز الاهلي وخدنا السوبر المحلي فكان فيه طار عند اللاعبة وعند المدير الفني وعملنا مباراة قوية جدا فمباراة زياد بدأت ترجع تاني وهنفضل كده ماشيين على سطر ونسيب سطر فيه حاجات او فيه تلات لعيبة حابب اتكلم عنهم بس هبدأ الاول بالتحكيم بص يا جماعة الكورة بتاعت المباراة دي يعني قولا واحدا ضرب الجزاء لنادي زاد الراجل المهاجم لمس الكورة خلاص قبل كوكا كوكا دخل بتهور ولمس رجل اللاعب والكورة اتزعت بعد كده في الاستوديات التحليلية او استوديات تحليل المباراة وزعوها بالبطيء وعملوا زوم لأ كوكا لمس رجل المهاجم والكورة فعلا ضرب الجزاء مش هخالف ضميرة عشان النادي الاهلي هي ضرب الجزاء فعلا مستحقة نادي زاد احنا نختلف عن جمهور الزمالك خليك مشجع كده زي ما انت بتقول اللي لي او اللي علي اه اللي عليك يا سيدي ان احنا كان علينا ضرب الجزاء مبارح والنادي الاهلي الحمد لله اخدنا التلات نقاط بس مش عايزك برضو تسمع للزمالكة وكتير وتوطي راسك لأ انت في مباراة كنت هتخرج بها تعادل والحاكم انقذك وفضحت الفار والتسريب والكلام ده فخلاص يا سيدي ليه يا وليك او علي او عليك نروح بقى للحج مرسل كولور واللعيبة والدكة واللي حصل في المباراة انت تعرضت الموقف مبارح تلات اصابات حسين الشحات امام عشور ومربيعة ما عندكش بديل ما بتطلعش ناشئين تعتمد عليهم ما بتعتمدش على محمد عبدالله الجناح العالي جدا على فاكرة في ناس كتيرة في الدورة سواء في مصر او برا مصر بيطلعوا ناشئين وفجأة بيبقوا نجوم جميز مطلع اكتر من اتنين تلاتة لعيبة الولد اللي لعب في مباراة الاهل والزمالك الشاب الصغير عجبني جدا في اداءه في الملعب انت مركزات صح بصاته صح الوقت بيلعب كرة بيلعب كرة بيد اداء اداء عالي كيانه لعيب مخضرن في الملعب عجبني ولد صغير في السن انت عندك لعيبة اعلى لان انت دايس عليهم في كل المراحل السنية اهلي الفين وخمسة وتسعة وتسعين ومش عارف الفين واحد والفين وداء كل المراحل السنية انت دايس على كل فرق الدورة ما بنشوفش اتنين تلاتة لعيبة يطلعوا للدكة ليه انت رايح كاسي العالم الاندية وهيبقى معك خمسة وتلاتين لعيب الفيفا بتقول لك خد معاك خمسة وتلاتين لعيب جهز الناس دي للظروف انت ما تضمنش العيبة دي ما تضمنش الاصابات ما تضمنش الغيابات انت عندك اشرف دا رهوات المدافع العالمي مش موجود بسبب الاصابة وانت عارف ان هو هيدينك في الملعب فانت ما تضمنش الكلام ده لازم استغلال الناشئين لازم تطلع العيب واتنين وتلاتة وعندك عندك خط النص الولد اللي اسمه مصطفى ده خطير في خط النص عندك عمر الساعة اللي انت دافع فيه خمسين مليون ما ياخدش فرصة ليه تفوز تلاتة تفوز اربعة تفوز خمسة تفوز واحد ما ياخدش نص ساعة ليه في نص ساعة لحد ما الولد يسبب رجله في الملعب معاك هتفضل لحد امتى تضحب العيبة زي ما ضحيت بديانجة وضحيت بعبدالقادر ومؤخرا بتضحب بريضا سليم ده رضا سليم ده ليه حكاية مع انا رضا سليم عايزكم تفتكروا بس ان الراجل ده ومش عايز اسمع نغمة اه اصول ما بيدفعش اصول ما بيرجعش والكلام الاستهلاكي ده بلاش فكر كده بعين المشجع رضا سليم لما جاي لك كان عامل ازاي مع النادي الاهلي جات له الاصابة في الكتف الراجل غاب فترة رجع لازم الدكة محترف بقى الاهلي بيدفع دولارات مش مهمة المهمة بقى مرسيل كولر فبالتالي الراجل فضل مكمل في الدكة وبرسيتاو حلو ووحش بيلعب ومرسيل كولر مش احصن الامور ما تقوليش فنيا مش عايز حد يقولنا رضا سليم محتاج يدوس على نفسه ويبطل بقى التكشيرة رضا سليم بيبص في الملعب وشايف رضا سليم او شايف بيرسيتاو اللي بيلعب مكانه اداءه سايق وهو برضو عايز على الدكة شايف طاهر محمد طاهر اللي عشان رضا اللي عشان مرسيل كولر بيحبه وبيعشاؤه ودايب فيه خمس سنين ما بيديش النادي الاهل بربع جنيه قورة بس الراجل بيديله انزل ولعب وقدي وانا بعمل منك لحد ما عمل منه حاجة بعد خمس سنين صبر على طاهر محمد طاهر بدأ طاهر محمد طاهر ياخد فرصة ويظهر ودلوقتي لو خيرت ايه واحد فيكم مين اللي يلعب جناح يمين في النادي الاهل هتقوله طاهر محمد طاهر بعد خمس سنين خلي دماغك كده تفكر شو ما تفكرش النهاردة وتقول لا ده طاهر نجمه ازاي وريضا سليم يمشي وطاهر احسن وبتاع ما عرفش الكلام ده لا فكر معلش خمس سنين بياخد فرصة انا لحد النهاردة مقتنع ان طاهر محمد طاهر لازم يكون في ايه تشكيل بس ما اضمنوهش برضو لسه مدنيش عايز اشوفه موسم كده موسم كامل عشان اقول ده نجم فرده سليم رجع لازم الدكة بعد الاصابة بيرسي تاو بده يعمل مشاكل مرسيل كله عشان بيحبوا عدهاله مشكلة التانية التالتة يكشر في التدريبات يقول انا ما عدش دكة انا منزلش احتياطي انا ما اتخرجش من الملعب انا ما تنزلش لعب علي وكان بيعديله لحد المشكلة الاخيرة لما كان خلاص هيتبع من النادي الاهلي ورجع تاني والموضوع ممشيش فجأة كولر يسامح بسرعة الساروخ ويلعبه اساسي مباراة واتنين وتلاتة ولما قرر يقعده تاني قرر ان هو يحط مكانه طاهر محمد طاهر وهو برضو رده سليم ولازم للدكة فحط نفسك مكان اللاعد بلاش نغمة لازم يكون عنده اسرار وعزيمة اسرار وعزيمة دي عندك بتبقى الفترات كده بس انت خلاص بتلاقي المدير الفن مش اخصن الدنيا معك الاهلي بيدفع له دولارات ما بيدفعش مش قصتي انا ما مش عايزه النقطة الاهم في الاصابات اللي حصلت يمبارح اللي انت دكتك بقت صفر انت مطلع رده سليم بردك بره الفورمة مطلع محمود كهربا اللي نزل يمبارح مش قادر يجري بسبب انك انت راكمه متحكم ليش على كهربا مبارح وتقول لي ده نزل ربع ساعة ومش حلو وبدنيا واقع وفنيا وزهنيا مش تمام ده طبيعي ده طبيعي لازم اللعب تبقى رجليه في الملعب لازم اللعب لما ياخد فرصة ياخد نص ساعة ياخد شغلت في التاني في التالت اللعب هتلاقي منه نجم وقلت لك الدليل دلوقتي طهر محمد طهر ورغم ذلك بتلاقي ان مرسيل كولر مصر على فكره بيخطف فوز في الدوري الدوري ده عادي انت عندك مباراة تقيلة بعد كده انت عندك شغلة عالي جدا مش هيفع ان انت تعتمد على الناس دي بس كده وتركن الناس دي وبعد كده فجأة في مباراة كبيرة تلاقي نفسك في اصابات حسين الشحات في اصابات امام عشور محتاج للناس دي وهي اصلا برا الفورمة وتنزل تضيع لك الدنيا بسببك انت مش بسبب اللعب النادي الاهلي في نقطة عايز اكلمكو عليها محصوص علم معلول وما تزعلوش مني يعني الكلام ده يمكن يزعل الناس كتير انت عايز علم معلول يرجع عشان هو التاريخ وهو هو ابو تريكا بطل كرة تمام هتقول لي ما هو ابو تريكا هو اللي اعتزل بنفسه ابو تريكا اعتزل لما لاقى نفسه مش هيدي للفريق اللي هو عايزه محمد رمضان المدير الرياضر للنادي الاهلي اعتزل لما لاقى نفسه خلاص ما عندوش جديد يقدمه للنادي الاهلي سنو هيفرق مع النادي الاهلي هيقطر مع النادي الاهلي هيفرق في نتائج النادي الاهلي عالم معلول مصمم يكمل من في السنة ده طب يا سيدي انا معك يلا هغني معاك الله علي معلول لأ ده يرجع الدول وده الزغلول ده بتاع هتلعب مين يحيا عاطية الله ولا علي معلول ها ومش هيحز بقى حتت ايه انا علي معلول يلعب قدام يحيا عاطية الله تمام ونرمح سن الشحاق برا انت 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 متخلق كلام اللي انت بتقوله. во انهم العلول يلعب قدام. يا حي اعطاية الله. ليه? خلاص يا عمي ليه وانت اديت له. انت اديت له كتير. بلاش يا جماعة نغمة اللعيب ضحها اللعيب ضحها ما تحسديonas اللعيب كده انه هو اللي ليه فضل على النادي. لأ. النادي الاهلي هو اللي ليه فضل على العالم العلول. النادي الاهلي هو اللي فضل على اي لعب فيه. فبلاش النغمة دي. انت كنادي اهلي وكفريق النادي الاهلي? لا. انا محتاج باك شمال سريع وفدت. شفتوا الدربات الحرة اللي احنا اعطيها طالة. سمفونية. بيقدمها في الملعب. علم علول ما عندوش دي مسلاك. الراجل سريع وشويت وعليب ما شاء الله ينفعك. في مباراة كاس عالم اندية في مباراة صعبة ووقفة على هدف ينفعك. العيب زي ده? ده انت لسه هتشوف لما الكوار دي تيجي اهداف هتتفرج. فانت لما علم علول يرجع ما تقول ليش يلعب جناح? جناح ايه? وعند خمسة وتلاتين سنة على ستة وتلاتين سنة هلعبوا جناح? جناح ايه جدعين? خلاص. النادي الاهلي يتكرموا بشكل تاني. فضل. علي معلول بالسلامة. عايز تروح نادي تاني. عايز تمسك منصف في النادي الاهلي. لان الاهلي محتاج لعيبة شباب تشد الفريق. مش هنبقى برسته فوق التلاتين والشحات فوق التلاتين وعلي معلول فوق التلاتين ونعضيها كده فريق عواجيز مش هينفق. ده بخصوص علي معلول. الاهلي لازم يعتمد عن النشاقين. لازم الموضور الرائد يقعد مع الراجل. الدكة دي لازم الناس دي تاخد فرصة. الرضا السليم يعامل مش مقتنع به خالص وهترميه خلاص بقى. سيبه الفريق تاني. ما تنهيش مسيرة الراجل واحرام عليك اللي انت بتعمله. في الاهلي وفي العيد. وما يبقاش عندك لعيب. انا مرسيل كولر بصوا يعني. مهما يعمل مع النادي الاهلي بس العيوب بتاحته قاتلة. العيوب بتاحته فعلا قاتلة. مهما يعمل مع النادي الاهلي هو ياخد بطولات. عنده شوية تريكات كده يعني مش طبعية. عمر كمال للمرة التانية في تاريخه من يوم ما جي الاهلي يلعب باكي من اساسي. تخيل دي تاني مباراة لعمر كمال يلعب اساسي. وبص الاداء عمل ازاي. محمد هاني هيرجع من الاصابة. هتلاقي عمر كمال دكة ومحمد هاني هيلعب باكي من اساسي. مدير فني غريب. مدير فني غريب. ما تقوليش هو اللي فاهم. لا انت فاهم انت مشجع وشاف الكرة قدامك. دي كرة يا جماعة مش فازق. اللي بيحصل ما ينفعش. لازم النادي الاهلي يبقى ليه واقفة في فترة التعقف دي مع مدير الفن مرسيل كولر. لازم يبقى الادارة والمدير الرياضي شايفين النظرة مستقبليا عاملة ازاي. ويتكلموا مع الراجل. الناشئين لازم يطلعوا. عندنا ناس في خط النص وعندنا ناس وانجات لو خدوا الفرصة هيفرعوا جدا مع النادي الاهلي. لازم 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 يتكلموا مع مرسيل كولر. اللي انا مش هتوقع ان هو هيغير قناعاته ولكن محاولة. ده ان في الممارات الكئيلة بجد سيباك من العين. العين كده كده واقع. بس لما تقابل فريل برازيل او تتغلب عليه وتروح لريال مدريد. كلام ده مش هينفع. مش هتلاقي الفترة دي اللي الحكم بتاع الفر خايف منها من اللي حصل في ممارات الزمالك فقال لك يالله كمان نعدي واحدة للنادي الاهلي. لا. مش هتلاقي نفسك وانت امام عشور بيتصاب عندك فهتنزل لعيب مكانه عمر الصلية. عمر الصلية مبارح على فكرة ما هتقول لي ده عمل سروع عالمي بتاع اللعيب وهو عنده خمسة واربعين سنة بيلعب خماسي وبيعمل احلى كورة. عمر الصلية لو تلاحظه مبارح كان بيتمشى في الملعب. يعني بياخده الكورة كده يمشي شوية ويبصي. هو عارف ان سنه خلاص. مش هيقدر يدي النادي الاهل اللي كان بيديه هو شباب. بس انت اضطررت تنزله في اصابة امام عشور. وامام عشور اصلا مبارح قبل الاصابة كان غايب تماما عن اللقاء. مش موجود في الملعب. ورغم ذلك انت ما فكرتش تنزل افشا. انت ما فكرتش تنزل افشا. لو انت معترض على كلامي لو انت شايف كلامي غلط اقنعني في الرد في الكومنت ان انا بقول كلام غلط. امام عشور مبارح. هل ما يستحقش ان هو كان يخرج قبل الاصابة وينزل افشا? اللي بينزل في كل مرة بيغار لك كريتيجة اللقاء? هل رضا سليم اللي انت ركنه? عادي. عادي. ما يبقى اشتري رد فعل? هل التغيرات اللي حصلت في التشكيل ام بارح بسبب الاصابات دي كلها مش ممكن تؤثر عليك مع فريق تقيل? نتمنى مرسل كولر الفترة اللي جاية. النادي الاهلي يعتبد على الناشئين. النادي الاهلي يدى فرصة للجناحات اللي عنده. اللي هم بقى وما فيش الله رضا سليم اصلا وطهر. وبرسته خلاص بقى في يناير يتكل على الله يشوف فريق تاني. ومليون مبروك الفوز على زد. واشوفكم دايما بخير. وشكرا لكم. سلام عليكم.